تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من نظيره اليوناني نيكوزدن دينياس وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن هذا الاتصال قد تناول عدداً من ملفات التعاون الثنائي بين مصر واليونان وسبل دفع هذا التعاون خاصة في ظل تحديات الدولية الراهنة على العديد من الأصعيدة وأضف المتحدث أن الوزيرين قد تشاورا بشأن مجمل أوضاع المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والأزمات المتعددة التي يشهدها العالم وسبل التعاون المشترك للحد من الآثار الناجمة عنها ومواجهة التحديات ذات الصنع